مسؤولية عندنا تجاه المجتمع مسؤولية عندنا تجاه الأسرة إذا واحد أبناء ضاعوا مرة ما مقصر معذور لأنه التربية الصحيحة مو معناها أنه تصنع المعجزة التربية الصحيحة سبب قد هذا السبب ما يأثر لوجود موانع مثل ابن نوح نوح خواه ما قصر في تربية ابنه لكن كانت موانع مثلا لكن إذا واحد قصر في تربية أبناء فهذا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يقول قو أنفسكم وأهليكم نارا المسؤولية الإنسان عنده تجاه أهله تجاه المجتمع الإنسان مو معناه يقول الآن يكون خوش إنسان إنسان مؤمن متدين كذا ما علي بالآخرين لا عندك مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شنو هو مسؤولية يعني إذا رأيت رجلا أو شخصا يعمل منكرا طبعا ضمن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما تقول آلم علي لا أنت مسؤول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية كل إنسان طبعا ضمن شروطه وضوابطه المذكورة في الفقه لذا في الحديث الشريف إذا واحد تخلى عن مسؤوليته فإذا واجهته مشاكل السبب منه يعني إذا واحد لم يحسن تربية أبناءه فانحرفوا بني يتحمل المسؤولية هو وبني يضرر اجتماعيا ومن حيث السمعة ومن حيث حتى الآخر هو يضرر إذا إحنا ما أمرنا بالمعروف وما نهينا عن المنكر منه يضرر في الآخر نحن نتضرر لأن نترك الواجب في عقاب وفي الدنيا أيضا نفس الشيء في الحديث الشريف لتأمرن بالمعروف تأمرون مؤكدة بالنون الثقيلة لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو يعني إذا ما أمرت بالمعروف وما نهيتم عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم هذا قانون طبيعي أنه إذا المجتمع خلى من الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر التقويم الصحيح إذا خلى منه النتيجة يصير سيطرة الشرار أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب المؤمنون يدعون الله لا يستجيب لهم مع أن الله وعد بالاستجابة أدعوني أستجب لكم ولكن بشرط أن يكون الإنسان يدعو عن الطريق الذي أراد الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر